طبعا لعبة ريزينت ايفل 6 بها لحظات مؤثرة وحزينة جدا وهي انه ابطال اللعبة فقدوا ناس عزيزين عليهم وبهذا المقطع راح اذكر لكم اكثر اللحظات الحزينة اللي باللعبة كل اللي هله طبعا هذا المقطع من ضمن سلسلة رمضانية تخص لعبة ريزينت ايفل وبكل مقطع نذكر اهم الامور اللي تميز كل جزء سويت 3 مقاطع قبل هذا هذا الفيديو الرابع ويلا نبلش طبعا شباب لا ننسى الدعاء والصلاة بهذا الشهر الفضيل وهماتيا ان يفرج الله عن اخواننا الابطال بكل مكان بالعالم اخواننا الصامدين الابطال في فلسطين كباب ريزينت ايفل 6 واحد من الاجزاء المطلومة من قبل الشركة بسبب توجه اللعبة الى الاكشن وترك انصر الرعب وهو اللي اشتهرت به سلسلة ريزينت ايفل لكن يبقى هذا الجزء قدم محتوى كبير لواجد عدد كبير من الشخصيات وهماتيا لننسى قدم مناطق جديدة كان من الممكن كابكم ان تستغل المناطق اللي موجودة بشكل رعب اكثر يعني المدينة اللي كانت بداية اللعبة ممكن ان تكون مثل احداث مدينة الراكون وتكون مرعبة وماتيا المدينة اللي كانت بالصين ممكن ان تكون رعب بطابع صيني لكن كابكم فشتهتوا بهذا الشي واللي رح نشوفوا بهذا الفيديو هو اكثر الامور الحزينة اللي صارت ونبلش باول واحد اللي هو آدم بن فورد طبعا رئيس الولايات المتحدة الامريكية صار صديق ليون وكانوا على علاقة مقربة جدا وبعد احداث مدينة الراكون والبشاعة اللي صارت بما يقارب انتهاء المئة الف شخص مدينة الراكون قرر ان يفضع الامر ويعنى على الناس جميعا ويحاسب المسؤولين واللي كانوا سبب بهذا الشي لكن هذا الامر ما مر مرور الكرام وقرروا ان يتخلصوا من الرئيس وهو عن طريق الاستحاء البايولوجية او على الاقل يحولوا لواحد من عدن طبعا بعد ما ليون اتوجه للرئيس بمكتبه شاف يم شخصية هلينا اللي تعتبر احد الاشخاص النافذين بالدولة ولها صراحيات كثيرة لكن اللي اتفاجأوا بي انه الرئيس الامريكي يتحول الى وعش وهنا كان يحاول ان يهجم على هلينا وليون كان يقول له كلا ادم لكن هو اصلا متحول وما يعي لأي شي قريب من عده او يصل يم او اي شخص يتحدث وياه هنا ليون بعد ما شاف الخطر زاد وهجم على هلينا وحاول ان يقضي عليها وقرر ان يقتل ليون بسبب انه يعرف انه الشخص اذا اتحول الى زومبي ما من الممكن ان يرجع الى طبيعته الشخصية او الانسانية فهنانا قرر ليون ان يقضي عليه بعد ما شاف ماكو منه اي فائدة المدني طبعا بعد ما صار اللي صار وتحول الحفل اللي كان من المقرر ان يصير الى كارثة حول معظم الناس الى وحوش وهنانا اتحول القصر الى مكان مرعب ومليء بالزومبي ليون كان يحاول ان يخرج من المكان كان تقريبا مقفل من كل الاماكن فجأة شافه شي تحرك لما لاحقوه اكتشفه بان احد الاشخاص اللي كانوا موجودين بالقصر ويدور على البنته اللي كانت طائعة نانا قرر ليون وهلينا ان يساعدوه ولما راحوا وعرفوا مكانه كانت خايفة وخات لما كان مقفل بسبب الاحداث اللي صارت والمكان مرعب وكهرباء كانت طافية فيعني اجواء مرعبة اجواء مخيفة تقدرون تقولون عليها شفناها بهذا المكان بس الناس اللي كانوا يمهي كانوا متحولين وميتين معظم الناس اللي تحولوا وصاروا زومبي عن طريق الغاز اللي يحمل الفيروس فابوها كان يسعل سعال كلش قوي وهي كانت شبه غائبة عن الوعي لما لقوها لما اخذوها وطلعوا من المكان فجأة اطفت اهرباء بالمصعد والزومبي محاصرهم من كل مكان تقدرون تسمعون اصواتهم بشكل خفيف الشخص اللي وياهم بده يسعل وبده سعاله يصير قوي شوية شوية الى انسكت تسمعون صوت خفيف بوجود شخص دياكل يعني يعني هي تقرمشة كأنها ما شخص دياكل في الشي بسيط ولما يشغلون اللايتات اللي يعدهم تواجعون بتحول البنت الى زومبي وموت ابوها بين ايديها وهي كانت تتغذى عليها فرقة كريس طبعا كريس كان متواجد بالجزء السادس وكانت وضعيته منتهية بسبب خسارة معظم اصدقائها بالحرب ضد الارهاب البيولوجي طبعا الحرب كانت حرب طويلة نانا شيمونز كان شغال مع ايدا وونك كان معجب جدا بعملها لان كانت ما تدخل اي مشاعر خاصة بها داخل المهمة مالتها وما تهتم لأي شخص لأي احد اي واحد كان يتواجهوا اياها بطريقه كانت تستغله او حتى اذا كان يموت او يصير بشي ما كانت تهتم اليه وكانت تنفذ المهمة مالتها بشكل تام وبنجاح كامل وقرر سيمونز بعد ما شافها على هذا الشكل ان يستنسخ وحده تشبهها اللي هي دكتور كارلا راداميز وهنا كارلا اعطيت الصلاحية بان تجرب السي فيروس على اي شخص تقابله ومن ضمنهم الناس اللي قابلتهم هم كريس وجماعته والفريق اللي كانوا وياه بعد ما ساعدوها وكانت هي محاصرة وصلتهم المكان شبه مغلق قررت ان تطلق عليهم قنبلة موجود بها السي فيروس وتحولوا الى وحوش بعد ما الفيروس جمت جسمهم جسمهم بدأت تنشق من عدة وتخرج منها الوحش مثل الشرنقة لكن لما يخرج هذا الوحش ما يعرف اي احد او اي شخص كريس تعذى كلش كبيرة بعد ما شاف فرقته اللي كانوا وياه اللي كانوا القاتلون وياه حولوا الى وحوش وحوش يعني يعني ايس من عدهم انتو اللي تحول الى وحش انتهى وبعد ما يرجع على طبيعته البشرية فهنا انا كارلا رادمز اثرت على كريس تعثير كلش قوي ورجعته الى نقطة الصفر اللي بدأ منها بداية الجزء السادس طبعا شكان المدينة اللي يبصين بعد ما سيمانز وكارلا قرروا ان يجربوا السي فيروس المنقول جوا عن طريق الغاز قرروا قصف المدينة ومن فيها من المدنيين والبي اس اي اي وليون و ايدا وكريس وجماعته وكلهم ارادوا ان يتخلصون من عندهم دفعة واحدة تجربة الفيروس الجديد لما تشوف لحظة انطلاق الفيروس عن طريق الصاروخ ونجول لوسط المدينة هنا راح تحس بتضارب بالمشاعر شن اللي راح يصير بعد ما يتفجر الصاروخ وبعد ما تفجر الصاروخ وتحولوا الناس الى وحوش وشفنا اللي صار بساؤلات اللي تجيك هل اقدر ادافع عن نفسي ضد هذا العدد الكبير من الزومبي هل اقدر انقذ عدد من المدنيين اللي وياه هل اقدر اهرب من الرعب اللي صار اللي حرفيا كل شخص استنشق الغاز تحول الى وحش والشخص اللي ما استنشقه صار فريسة للوحوش صارت المدينة عبارة عن مدينة اشباح ناس تاكن ناس والقتل بالشارع صارت حالتهم مأساوية جدا كان ليون وكريس ما بيدهم اي شي يقدموه او يساعدون هذول المدنيين الى ان يهربوا من هذا المكان اللي يتحول الى مكان مرعب طبعا كريس قرر ان يكمل حتى يوقف انتشار الفيروس ونزل اكثر الاماكن الخطورة هو وبيرز بعد ما انتهت فرقه اللي كانوا وياه وتحولوا الى وحوش قرر ان يتوجه ويقضي على الفيروس لكن ما اكو شي يجي بالهين وكان طريقهم صعب وهنا بيرز اتعرر للسي فيروس بشكل بسيط حول جزء من جسمه الى وحش ومن ثم نوعا ما بده يفقد وعيه وحاول ان يقضي على كريس واضطر كريس ان يتواجه وياه او ان يتقاتل وياه بعد ما شافه تحول الى هذا الشكل طبعا نوعا ما قدر ورى فترة بسيطة من القتال قدر بيرز ان يرجع الى وعيه هنا كان التدمير الذاتي للمنطقة او للمشيئة اللي كانوا بيها كان التعداد مالته بالتناقص وكان المكان على وشك الانفجار هنا بيرز مثل ما قلنا رجع نوعا ما الوعيه وبعد ما شاف الوضعية وشاف الوحوش وشاف الناس شون يتحولون الى وحوش بيولوجية وما يرجعون الى طبيعتهم هنا عرف بانه وصل مرحلة اللاعودة او نقطة اللاعودة فقل كريس قل له انت لازم تخرج من هذا المكان كريس ما كان يقبل بسبب انه خسر عدد كلش كبير من الناس وخسر الفرقة مالته فقل له انه مستحيل ان اخسرك او ابقيك هنا لكن بيرز عرف بنفسه بانه ما رح يرجع وماكو اي علاج اليه فدفع كريس داخل الكابسولة نانا كريس عصب وصار يصيح بسبب الشيء اللي صار و بيرز بقى بالمكان بهي شحالة ضحة بنفسه وانقذ كريس من الموت لكن بعد فترة قليلة اتفجر المكان بشكل كامل ومات بيها بيرز بهذه المنطقة طبعا شباب هذي اهم الامور اللي حبيت ان اذكرها لكم بريزينت ايفل سيكس جزء كلش حلو اللي ما جربه روحوا وجربوه ما رح تتونسون بيه مثل بقية العجزاء لكن صدقوا جزء مو قاصر جزء بمحتوى كلش كبير ابطال كلش هواي رح تتونسون بيه اماتيا من الممكن ان تتفاعلون ويا ويا الامور اللي صارت بشكل ماساوي ومن الممكن ان تكتبوا لي انتو قسم التعليقات شنو الشغلات اللي صارت وياكم واللي حزنتكم بجزء روزينت ايفل سيكس القاكم مقطع فيديو جديد تكملة السلسلة الرمضانية اقول لكم بعمل الله